استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب محافظة البنك المركزي العراقي مصطفى غالب وذلك لبحث آلية تفعيل التعاون في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن التنسيق المستمر مع الجانب العراقي يأتي بهدف تفعيل آليات التعاون الثنائية حول سبل مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات بالعراق خاصة في مجال البنية التحتية والكهرباء والتطوير العقاري بالإضافة إلى إقامة المجمعات الصناعية وتعظيم الاستفادة متبادلة من خبرات الدولتين في تطوير التشريعات الاقتصادية بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين